بعد تفخيخها للحياة العامة في البلاد وإحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة تسعى الميليشيا مؤخراً لإحكام قضتها على مؤسسة التعليم سطرة هيأت لها الميليشيا منذ عدة أشهر حين بدأت بتغيير المناهج التعليمية واستبدال المعلمين بآخرين ينتمون لجماعة الحوثي قبل أن تعلن مؤخراً عن تعيينها لمشرفين على العملية التعليمية القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلابيين قضى بتعيين أربعة من مشرفي الميليشيا ليكونوا مكلفين بالإشراف على العملية التعليمية في مديرية الوحدة بصنعة وهو ما عده مراقبون مؤشراً خطيراً يهدف إلى توجيه التعليم بشكل يخدم أجندة جماعة الحوثي انهيار قطاع التعليم يعده الأسوأ من دون انقلاب في العام 2014 حيث تسببت الحرب تدمير العديد من المدارس في مناطق عدة فضلاً عن توقف بعضها بسبب عدم التزام من سلطة الانقلاب بدفع رواتب موظفيها ويرى مراقبون أن عوائق كثيرة تجعل من واصلة التعليم في ظل سيطرة الميليشيا أمراً شبه مستحيل وهم ينظروا بحرمان جيل كامل من حقهم بالتعليم